بعد أن هجرها أهلها بسبب شحة المياه وزحف الكثبان الرملية تتعرض منطقة الدرب الأثرية بمحافظة لحجة للعبت والتخريب في ظل غياب الجهات الرسمية المعنية بالحفاظ على هذا الإرث التاريخي والإنساني العائط منطقة الدرب يعني فيها كثير من المعالم الأثرية وتم اكتشاف كثير من القطاع الفخارية وأيضا الحجرية وأيضا البرك والمقابر والآبار وغير وغير من الآثار التاريخية المختلفة التي أكدت تاريخ وأهمية تاريخ خطرات هذه المنطقة إضافة إلى العملات قرية الدرب والدرب الدول والدرب الجديد وقدمت الجابري وقدمت السيلة هذه من أحد المناطق الأثرية الغديمة إلا أن هذه المناطق التي لا تحتويها من معالم التاريخية تعرضت للعبث ونحن قد طالبنا كثير من الجهات المختصة وعندنا رسائل بذلك إلا أننا لا نحصل من يستمع إلى شكوانة من الأياد العابثة على هذه المناطق الأثرية في منطقة الدرب وخاصة منطقة الدرب الدول وقد نشطت الأياد العابثة في هذه الأيام خاصة بالحفر في هذه المناطق كانت منزحنا بالشكوانة وتقارج الإنسان كانت في المنطقة ذي منطلغنا إلى البحر الأحلى عبر المقاة من هذا المقاة هذه كلها انقرضت وصبحت خاوية لعالم بس هي في النهاية مواقع ثابتة إسلامية 100% أثرية ثابتة ولا يمتلك أي حفرة فيها إنما تم الدراسات فيها هيجود العبث فيها الآن ليلة النهار مثلت هذه المواقع الأثرية عبر العصور سوقا تجاريا كبيرا يعج بالحياة ومحورا تجاريا رئيسيا يربط بين البر والبحر واليوم مهددة بالدمار والاندثار جراء الحفر العشواء والنبش على الآثار ما يستدعي تحرك عاجل للجهات المعنية بهيئة الآثار لاستكشاف المنطقة ووضع حلول ومعالجات لحماية هذه الآثار واتخاذ إجراءات صارمة ضد العابثين بتاريخ المنطقة منطقة الدرب العثرية تتكون من 12 منطقة موجودة في هذه المنطقة منها الدرب الدرب الطويل المقهالة، كتبت في الشعيبي، المشغافة، معليبة هذه منطقة كلها في مربع واحد هذه المنطقة كانت في 526 في الدول الرسولية حتى 880 في نهاية الدول الرسولية كان سوق تجاري في المنطقة هذه وكانت منزحه بالسكان بعد هذه الفترات بدأت الناس تنقرض من هذه المنطقة كاملة وصبحت خالية المواقع وصبح الإنسان يحبث فيها ليل نهار الآن المنطقة تتعرض للعبث وأقراء الحفريات والتخريب ونبش عظام الموتى والقبور يبحثوا عن الكنوز وهناك منطقة الدرب الدويل وكدمة القابري تعرضت أكثر وأكثر للعبث والتخريب ماذا يريدون من هذا؟ يمحوا تراثنا وتاريخنا أرض أقدادنا تراث تاريخ الأمة التي عاشت في هذه المنطقة لقرون خلق كل ما يقري هنا كل بحث عن الكنوز في المنطقة كاملة بحق أن هناك استثمار وأقضع أراضي للبناء ومبناء ومساكن وحفريات نزلات الأعماق إلى 6-5 متر في هذه المنطقة كل بحث عن الكنوز في المنطقة قياب السلطات، قياب الأمل في المحافظات، قياب الدوريات من قبل الأمل في المحافظة خل الإنسان يتمدد في هذه المناطق كاملة هذه المنطقة تعتبر وجهنا، تعتبر تراثنا حقيقتنا، هويتنا في هذه البلد لكن نحن نواجه تداء ظالم من هذول الأشخاص لهذا نحن نحذر الناس هذول ونطالب الجهات المختصة بالوقوف بحزم تجاه هذول الأشخاص تتميز منطقة الدرب بالكثير من المعالم الأثرية الغنية بالآثار التاريخية التي لم تكتشف بعد والجميع هنا يناشد الجهات المعنية سرعة التدخل وإيقاف النبش والاعتداء على تاريخ أمم حافظت عليه الأجيال على مر العصور ترجمة نانسي قنقر